بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط لفصل الدراسي الثالث في مادة لغة الخالدة ونتعرف اليوم بإذن الله تعالى على استراتيجية كتابة قبل أن نبدأ بهذا الدرس نراجع ما درسناه سابقا فماذا كان درسنا الماضي ونتأكد من حل الواجب بشكل صحيح أحسنتم إذن تعرفنا في الدرس الماضي على الوظيفة النحوية البدل ما تعرف البدل وما إعرابه أحسنتم البدل هو اسم تابع مقصود بالحكم من غير واسطة بينه وبين المبدل منه إذن البدل هو من التوابع تعرفنا على البدل والمبدل منه لا يفصل بينهما واسطة أو لا يفصل بينهما حرف كيف أعرب البدل والمبدل منه؟ في البداية أقوم بإعراب المبدل منه على حسب موقعه من الجملة بعد ذلك البدل تابع في الإعراب فإذا كان المبدل منه مرفوعا يكون البدل مرفوعا وإذا كان منصوبا يكون منصوبا وإذا كان مجرورا يكون مجرورا إذن البدل هو من التوابع تعرفنا على تعريف البدل وإعراب البدل وما هي أنواع البدل إذن تعريف البدل هو اسم تابع مقصود بالحكم من غير واسطة بينه وبينه المبدل منه يعرب المبدل منه على حسب موقعهم الجملة بعد ذلك البدل يكون تابع له في الإعراب ما هي أنواع البدل؟ أحسنتم تعرفنا على ثلاثة أنواع للبدل بدل كل من كل مثال لذلك تمنح جائزة الملك فيصل للعلماء نلاحظ أن كلمة فيصل بدل من كلمة الملك كلمة الملك هنا أحسنتم مبدل منه هذا النوع ماذا يسمى؟ أحسنتم يسمى بدل كل من كل أي أن المبدل منه هو نفسه البدل النوع الثاني أحسنتم بدل بعض من كل مثلا قرأت الكتابة ثلثه هنا يكون البدل أحسنتم يكون جزء من المبدل منه المبدل منه إذن المبدل منه كلمة الكتاب والبدل ثلثه وهو جزء لذلك هذا النوع هو بدل بعض من كل النوع الثالث هو بدل اجتمال مثلا نفعني المعلم علمه يكون هناك صفة في البدل للمبدل منه إذن يشتمل البدل على صفة من صفات المبدل منه الآن نتأكد من حل الواجد المنزلي بشكل صحيح أجعل الكلمات الملونة بدلا وأغير ما يلزم على غرار المثال الأول رحل البخاري من أجل حديث واحد رحل الشيخ البخاري من أجل حديث واحد الآن في البداية نستخرج البدل أحسنتم البدل البخاري والمبدل منه أحسنتم الشيخ نوع هذا البدل أحسنتم بدل كل من كل فالشيخ هنا هو البخاري فحص محمد أجهزة الاتصال نضيب كلمة أحسنتم مثلا نقول فحص المهندس محمد أجهزة الاتصال ما نوع هذا البدل أحسنتم بدل كل من كل تمنح جائزة فيصل بن عبد العزيز بن عبد العزيز للعلماء أحسنتم نقول تمنح جائزة الملك فيصل للعلماء إذن نلاحظ نوع هذا البدل أحسنتم بدل كل من كل قرأت ثلث الكتاب أحسنتم قرأت الكتاب ثلثه نوع هذا البدل أحسنتم إذن بدل بعض من كل لأن الثلث أو ثلث الكتاب هو جزء من الكتاب كاملا طبع يوهان أول كتاب في القرن الخامس عشر أحسنتم نقول طبع الكاتب يوهان أول كتاب إلى آخر الجملة إذن نلاحظ هنا الكاتب مبدل منه ويوهان هو البدل زرت مكتبة الجامعة أحسنتم مثلا أقول زرت الجامعة مكتبتها كلمة مكتبتها هي جزء من كل إذن هي جزء من الجامعة تحركت إطارات السيارة أحسنتم نقول تحركت تحركت السيارة إطاراتها إذن نلاحظ البدل هنا ونلاحظ الحركة الإعرابية البدل هنا هو جزء من المبدل منه إذن تعرفنا في الدرس الماضي على تعريف البدل إعراب البدل والمبدل منه وكذلك أنواع البدل ننتقل إلى درسنا الجديد وهو استراتيجية الكتابة أو استراتيجية كتابة ما هي الأهداف التي سنحققها أن يتعرف الطالب على كيفية مراجعة العمل الكتابي أن يوظف الطالب استراتيجية مراجعة العمل الكتابي توظيفا سليما أن يصنف الطالب أن يصنف الطالب إجراءات الكتابة بحسب مراحلها إذن استراتيجية الكتابة التي سنتعرف عليها اليوم بإذن الله تعالى هي مراجعة العمل الكتابي وهذه الأهداف التي سنحققها نفتح الكتاب ونبدأ كيف أراجع العمل الكتابي نبدأ مراجعة العمل الكتابي في البداية ما المقصود بمراجعة العمل الكتابي إذن نتعرف على مراجعة العمل الكتابي نلاحظ يكون من حيث المضمون وكذلك من حيث الشكل أي عمل كتابي قبل أن أعرضه على معلمي علي أن أقوم بهذه المرحلة ومرت علينا سابقا مرحلة المراجعة والتنقيح في جميع استراتيجيات الكتابة ما المقصود بمراجعة العمل الكتابي هي مرحلة تنقيح وتهديب ووضع العمل في الصورة المناسبة المرغوبة وتتناول الكلمات وتتناول الكلمات والجمل والأفكار والشكل والتنظيم ومن الجوانب التي ينبغي مراعاتها في أثناء المراجعة ما يأتي إذن ما المقصود بمراجعة العمل الكتابي هي مرحلة التنقيح وتهديب العمل الكتابي ووضعه في الصورة المناسبة وذلك بمراعاة المضمون وكذلك الشكل نلاحظ من حيث المضمون سلامة العمل الكتابي من الأخطاء النحوية والإملائية وضوح الأفكار وتسلسلها وترابطها من نقطة إلى أخرى صياغة العناوين الرئيسة والجانبية ووضعها في أماكنها المناسبة مع الإيجاز واستفاء المعنى المقصود تحري الكلمة تحري الكلمة الصحيحة واستخدامها في سياقها التأكد من سلامة استخدام علامات الترقيم وأدوات الربط المناسبة بين الجمل تعديل الصياغة الضعيفة وغير المناسبة حذف مواطن الحشوي والتطويل والتكرار انتقاء الألفاظ والمصطلحات المناسبة والدقة في اختيارها إذن هنا من حيث المضمون يجب أن نراجع العمل الكتابي ونتأكد أن هذا العمل يخلو من الأخطاء النحوية والإملائية كذلك الأفكار مترابطة متسلسلة العنوين الرئيسة والجانبية أتأكد من صياغتها صياغة صحيحة ووضعها في أماكن صحيحة كذلك أن أتأكد من صحة الكلمات وأن تستخدم هذه الكلمات في السياق المناسب والتأكد من استخدام علامات الترقيم بشكل صحيح كذلك تعديل الصياغة الضعيفة وغير المناسبة حذف مواطن الحشو والتطويل وكذلك انتقاء الألفاظ والمصطلحات المناسبة والدقة في اختيارها إذن هنا من حيث المضمون أما من حيث الشكل التأكد من ترقيم الإحالات المشاري إليها في الهامش وتعرفنا على طريقة التوثيق في الهامش بأن أقوم بترقيم المشار إليها أو المراجع إذن التأكد من ذلك مرعاة الهوامش الرأسية والأفقية والجانبية ترك المسافات المناسبة بين الصطور والفقرات كما سبق دراستها في تنظيم الفقرات جودة الخطي ووضوحه تنظيم الجداول والرسوم الإضاحية إعطاء عناية كافية لنقل الآيات لنقل آيات القرآنية ورسمها بالرسم العثماني كما ينبغي العناية بصحة نقل الأحاديث النبوية وتخريجها إذن هنا من ناحية الشكل والتنظيم والآن نبدأ نطبق المطلوب أعود إلى نص الفهم القراء الأمن المعلوماتي وأنفذ التدريبات التدريب الأول والثاني والثالث النص سبقا درسناه في الفهم القراءة وقرأنا قراءة جهرية وقراءة صابتة وقمنا بتحليل النص تحليلا كاملا الآن نعود إلى هذا النص بشكل سريع معكم أبنائي وبناتي دقيقتان لمراجعة هذا النص بشكل سريع لكي نجيب على التدريبات أو لكي ننفذ التدريبات اللاحقة نبدأ بقراءة النص اشتركوا في القناة إذن بعد أن تصفحنا النص بشكل سريع وقمنا بالاطلاع على هذا النص الآن نطبق استراتيجية الكتابة أولا أعود إلى نص الفهم القراءي الأمن المعلوماتي ونفذ التدريبات أملأ الفراغات الآتية بما يناسبها نوع الفن التعبيري الذي ينتمي إليه النص هو فن ماذا؟ أحسنتم إذن هو فن المقال التزم كاتب النص بعناصر البناء الفني للعمل الكتابي وهي ما هي العناصر الفنية أو عناصر البناء الفني للمقال أحسنتم المقدمة العرض الخاتمة الفكرة العامة للنص أحسنتم إذن النص تكلم عن أهمية الأمن المعلوماتي أثنين أدون ملحوظاتي على كتابة النص وفق الجدول الآتي أتصفح النص بشكل سريع نلاحظ الإجراءات هل هذه الإجراءات موجود؟ تغير موجود؟ أحياناً حسن انتقاء الألفاظ والمصطلحات هل أحسن الكاتب انتقاء الألفاظ والمصطلحات؟ أحسنتم إذن موجود كتابة جمل وتراكيبة لغوية معبرة بدقة عن الأفكار أحسنتم إذن موجود في النص استخدام أدوات الربط وعلامات الترقيم عند الكتابة نراجع النص هل استخدم علامات الترقيم وأدوات الربط؟ أحسنتم إذن موجود تدعيم الأفكار المكتوبة في النص بأدلة وشواهد أحسنتم نلاحظ الدراسات التي أجراها الكاتب لأهمية الأمن المعلومات بنسب مئوية إذن تدعيم الأفكار المكتوبة في النص بأدلة وشواهد البعد عن استخدام الألفاظ العامية والأجنبية أحسنتم إذن انتزم الكاتب بذلك ترابط أفكار النص وتسلسلها ووضوحها أحسنتم إذن موجود البعد عن التطويل وتكرار الكلمات والمترادفات في النص أحسنتم إذن موجود خلو النص من الأخطاء النحوية والإملائية أحسنتم موجود عدم خروج جو النص عن فكرته الرئيسة هل تكلم عن أمور أخرى غير الأمن المعلوماتي أحسنتم إذن موجود نلاحظ أنه طبق استراتيجية كتابة مراجعة العمل الكتابي قبل أن يخرج هذا العمل الكتابي إلينا نلاحظ رقم ثلاثة أضع علامة صح عن يمين الشكليات التي التزم بها الكاتب في تنظيمه شكل النص المطلوب ترك مسافة مضاعفة بين الفقرات صح الكتابة بخط صغير يتعذر قراءته بسهولة أحسنتم إذن الخط كان واضحا للقراءة عدم إغفال النظام والتنسيق في النص أحسنتم صح وإنما النص كان منظما ومنسقا عدم كتابة العناويني بنفس حجم خط الكتابة العادية أحسنتم كتب العنوان بخط يكون كتب العنوان بخط أكبر من النص استعمالوا نوع استعمالوا نوع خط شائع يسهل قراءته عند الكتابة الإلكترونية أحسنتم إذن التزم الكاتب بذلك الخروج بالكتابة إلى الهامش الجانبي أحسنتم لا يوجد وجود أخطاء طباعية هل يوجد هناك أخطاء؟ أحسنتم إذن لا يوجد ترك هامش مناسب ببدء الكتابة أعلى الصفحة أحسنتم إذن يوجد هامش مناسب ببدء الكتابة أعلى الصفحة كتابة كل فقرة في سطر جديد مع ترك فراغ بداية كل فقرة أحسنتم إذن نضع صح لأنه ترك فراغ أمام الفقرات الجديدة ثانيا أستفيد من نص استراتيجية قراءة ثورة الاتصالات والمعلومات في تقويم ذاتي حسب المطلوب على غرار المثال المطلوب نراجع الآن النص ثورة الاتصالات والمعلومات وسبق أن درسنا هذا النص لنلاحظ السمات المتوفرة في النص من ناحية ألفاظ النص انتقاء الألفاظ المناسبة للأفكار كذلك نلاحظ ما هي السمات المتوفرة في هذا النص ثورة الاتصالات والمعلومات نتصفح بشكل سريع أحسنتم من ناحية ألفاظ النص نلاحظ سلامة الألفاظ من الأخطاء الإملائية كذلك أحسنتم سهولة الألفاظ ووضوحها عبارات النص خلوها من الصياغات الضعيفة والركيكة كذلك أحسنتم كذلك تخلو من الأخطاء النحوية ومن والبعد أن الحشو والتطويل إذن من ناحية الألفاظ لاحظنا النص ومن لاحية عبارات النص كذلك من ناحية أفكار النص البعد عن التناقض بينها تسلسل الأفكار وتربطها وضوح الأفكار من ناحية التنظيم شكل النص نلاحظ جودة الخط ومناسبة الحجم للقراءة وكذلك مراعاة الهوامش وترك مسافات مناسبة بين السطور ثالثا المكتبة الإلكترونية للدكتور وليد الحلفاوي أجريت عليه بعض التعديلات خطأا أسترجع مع مجموعة كل ما سبق دراسته في استراتيجية الكتابة لتحديد الأخطاء وتصحيحها في النص الآتي وفق ما يأتي نلاحظ هنا المطلوب أن أقرأ النص وأتأكد من صحة اللغة سلامة الأفكار وترابطها البعد عن الأخطاء النحوية والإملائية تنظيم الشكل تطبيق قواعد التوثيق تنظيم الجمل والكلمات داخل النص إذن نقرأ النص ونقوم بالتأكد هل يوجد أخطاء في هذا النص؟ هل النص مرتبا ترتيبا صحيحا؟ بشكله النهائي نلاحظ المكتبة الإلكترونية ويراها صالح الدلهومي أنها مكتبة عادية كيف أرتب هذا النص؟ هل من الممكن أن يكون العنوان بهذا الشكل؟ المكتبة الإلكترونية بعد ذلك ويراها صالح الدلهومي أنها مكتبة عادية؟ ما هي المكتبة الإلكترونية؟ يعني قد يتساءل القارئ عندما يقرأ هذا النص كيف أقوم بترتيبه بشكل صحيح؟ نلاحظ هذا النص هنا نلاحظ طريقة التوثيق هل كتبت بشكل صحيح؟ في هذا النص نبحث عن بعض الأخطاء في هذا النص الآن نقوم بترتيب النص بشكل صحيح نلاحظ أن هذه هي الفقرة الثالثة يكون ترتيب الهامش نبدأ باسم المؤلف سنة الطباعة بعد ذلك الطبعة كلمة الكمبيوتر نستبدل هذه الكلمة به الحاسب أو الحاسوب نلاحظ المقطع الثاني هي الفقرة الأولى إذن نضع العنوان المكتبة الإلكترونية بعد ذلك تعد المكتبات الإلكترونية إحدى المكونات الرئيسة للعالم الإلكتروني إذن نرتبها بهذا الشكل هنا الفقرة الأولى بعد ذلك الفقرة الثانية بالنسبة للتوثيق في الهامش أو التوثيق داخل النص هنا اختار المؤلف التوثيق داخل النص يبدأ باسم المؤلف سنة الطباعة والطبعة نلاحظ هنا أنه لم يبدأ باسم المؤلف أو عرفا أنه ذكر بعض المعلومات التي لا تكون في التوثيق داخل النص وإنما تكون في توثيق المصادر إذن يبدأ باسم المؤلف سنة الطباعة بعد ذلك الطبعة وهنا الفقرة الرابعة إذن الآن أبنائي وبناتي نرتب هذا النص بشكل صحيح نلاحظ إذن الفقرة الأولى وهنا الفقرة الثانية الفقرة الثالثة هي التي بدأ بها النص بعد ذلك الفقرة الرابعة رابعا أصنف الإجراءات المذكورة وفق القوائم المعطى بوضع الرقم المناسب فيها لأستفيد منها في كتابة موضوع حول أثر معرفة أقوى من المال والسلاح في هذا العصر ثم أتبادل ومن بجواري مراجعة وتنقيح ما كتبه كل منا حسب ما تعلم نلاحظ الإجراءات الموجودة نقوم بترقيمها بهذا الشكل ما قبل الكتابة في أثناء الكتابة وما بعد الكتابة كتابة جمل وتراكيب لغوية تعبر بدقة عن الأفكار المكتوبة ما قبل الكتابة نلاحظ الأرقام هنا هذه هي المرحلة تكون ما قبل الكتابة في البداية تحديد أهداف كتابة الموضوع بعد ذلك تدوين ما جمعته من معلومات وبيانات للإفادة منها عند صياغة العمل المكتوب رسم مخطط لكتابة الموضوع وكل هذا تعرفنا عليه في تخطيط كتابة الموضوع بعد ذلك تحديد الطريقة أو المنهجية التي سيكتب بها أي موضوع إذن نقوم بترقيمها بهذا الشكل مرحلة ما قبل الكتابة في أثناء الكتابة وما بعد الكتابة إذن نكتب الأرقام بعد ذلك نقوم أبنائي وبناتي بكتابة موضوع عن أثر المعرفة أقوى من المالي والسلاحي بهذا العصر يستطيع الطالب هنا أن يعبر مع الالتزام بما تعلمه في هذه الاستراتيجية انتهى درسنا لهذا اليوم ألقاكم مرة أخرى بإذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته